اشتركوا في القناة هذا البرنامج برعاية موسيقى 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 مساء الخير على كل المصريين مساء الخير على كل المصريين جوه مصر وبره مصر وفي كل مكان حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ربنا موجود ربنا بيدي كل واحد وزنات معينة الوزنة اللي يقدر يحتملها الوزنة اللي تكون هي سبب خلاصه وسبب بركة ليه لكن الوزنة اللي هي يعني مشتركة مع كل الناس في كل العالم هي وزنة الوقت ربنا ميدي الوقت اللي كل الناس بيلتساوي بمعنى ان السنة عدد شهرها هو هو الشهر ايامه 30 يوم اليوم 24 ساعة الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية بمعنى ان كل ده مشترك بين في العالم كله يعني السنة هنا هو في مصر زي في امريكا زي كل بلدان العالم لكن الاختلاف هنا هو اختلاف واحد ازاي كل واحد بيقدر يستثمر الوزنة دي وزنة الوقت ازاي يقدر يخليها تكون سبب بركة ليه في حياته ازاي يقدر يتاجر بيها هو ده الاختلاف بيلاقي الناس تقول انا محتاج 24 ساعة على 24 ساعة بتوع اليوم عشان اقدر انجز كل مسؤولياتي واحد تاني يقول انا مش عارف اضيع وقت في ايه انا عندي وقت فرق كتير قوي لكن الفرق هنا بين الانسان ازاي بيستغل وقته انسان مرتب في وقته بيعرف ازاي ينظم حياته علشان يقدر يتاجر بالوزنة دي انسان تاني لا هو مش فارق معاه الوقت بالنسبة له هو متع وخروج وفسح ومقابلة مع اصحابه كان فيه مدرس حاب يشرح اهمية الوقت للطلبة فجاب وعاء وجاب كيس فيه حجارة كبيرة ملا الوعاء ده بالحجارة الكبيرة وسأل الطلبة يا تارا الوعاء ده اتملا فقال له اتملا وجاب كيس تاني فيه حجارة اصغر شوية وراح برضو ملا الوعاء ده وحطوهم فيها قال لهم ها ايه رأيوكو الوعاء ده اتملا قال له لو اتملا راح جايب كيس تاني فيه رمل ودلقوا برضو في نفس الوعاء وسألهم يا تارا اتملا قال له لو اتملا راح جايب برضو كمية من المياه وراح دلقها على الرمل ففي الآخر قالوله خلاص هو اتماله قالولهم طب إيه رأيكم لو أنا كنت حطيت الرمل الأول كان هينفع أن أنا أحط الحجارة الكبيرة أو الحجارة الأصغر شوية قالوله لا فقاللهم هو ده المعنى من التجربة اللي أنا عملتها إزاي نزبط وقتنا إزاي نرتب وقتنا إزاي نستغل كل لحظة وكل دقيقة في الوقت بتاعنا فيه يمكن مثل سيني بيقول time is money time is money يعني الوقت مال لكن يا تارى هل بالمال ده تقدر تشتري دقيقة عدت؟ هل تقدر تشتري لحظة حتى من حياتك؟ متهالي دقيقة اللي بتعدي حتى لو بكنوز الدنيا كلها مش ممكن نقدر نرجعها تاني النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن أهمية الوقت إزاي نتاجر بالوزنة اللي ربنا إدهالنا وإزاي لإن الوقت ده أغلى ما نملك حتى الأباء لما يقولك في المشورة دايما يعلمونا ادي ولادك الوقت القيم الوقت الأغلى حاجة عندك اللي مش ممكن تقدر ترجعه هو ده اللي تديه لولادك إزاي نستغل وقتنا أحسن استغلال اللي هو بيها حياتنا تكون منظمة وحياتنا تكون أحسن خلينا قبل ما نطلع الفاصل نقول إن إحنا منتظرين تعليقاتكم منتظرين أي وتلفوناتكم على الأرقام اللي بتظهر قدام حضراتكم على شاشة طوال الحلقة والتعليقات تقدروا تبعطونا على صفحة القناة سي تي في إيجيبت على الفيسبوك ومنتظرين تعليقاتكم وتواصلكم معنا على مدار الحلقة فاصلوا نرجع معيكم نبتدي حلقة تفضل مفتدين الوقت لإن الأيام شريرة آيات كتيرة قوي في كتاب المقدس بتتكلم عن الوقت وبتكلم عن أهمية الوقت إزاي نحوش الوقت إزاي ناخد الوقت اللي هو الزمن الأرضي ونحوشه للسماء إزاي نصغل لكل دقيقة من حياتنا زي ما قلت في المقدمة وفيه جقيقة بتعدي نقدر نرجعها وهو ده يمكن أكتر وزنة ربنا كمان هيحسبنا عليها هو وقتين استعملنا الوقت إزاي لمنفعتنا الروحية والاجتماعية والعملية كمان يمكن الوقت من أكتر الحاجات اللي بتخلينا يكون فيه صلة وقرابة في الأقرباء وفي الأصدقاء والوقت بيخلي حياتنا كمان إزاي نستعمل الوقت ده صح هو ده اللي هنشوفه معاكم أهمية الوقت وإزاي نستثمره استثمار جيد مع ضفنا اللي بيشرفني وسعيدة جدا يكون معانا النهاردة في ربنا موجود أستاذ إيهاب سامويل أخصائي الأرشاد النفسي أهلا بحضرتك من ورنا وسعيدة جدا موجود حضرتك معانا أنا أسعى ديفان بداية في الأول خلينا بس نعرف الوقت يعني إيه وقت الوقت أنا شفت حضرتك في المقدمة قلتي حاجة مهمة خالص إن الوقت عبارة عن وزنة ربنا بيديها لكل الناس وده تعريف مهم جدا لازم يكون في زهننا ومنه نقدر نقول إن حياة الإنسان هي عبارة عن وقت فالوقت بيشكل للإنسان حياته بيشكل إنسان حياته فالوقت هو الحياة والحياة هي وقت معلمنا يعقوب الرسول في رسالته يقول كده في الصحر الرابع عدد 14 بيسأل سؤال بيقول أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد لأنه ما هي حياتكم سؤال يجاوب يقول إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل يظهر قليلا ثم يضمحل ده وقت فعايز يقول إن الحياة هي وقت أهما أن تكون 100 سنة 200 سنة يعني أصلها لا تقاس هو برضو بخار بالضبط بخار لأنه بخار بالنسبة للأبدية يعني 120 سنة أكتر أقل الأبدية لا تقاس بأعداد أو بأرقام لهاش مقاييس رقمية دايما الكل يعني أي حد يقول لك الوقت مهم جدا وأمثلة كثيرة جدا زي ما قلنا آيات في الكتاب المقدس وبرضو الوقت كالسيف اللي لم تقطع وقطعك وأمثلة كثيرة أو يتبين أهمية الوقت يا ترى جات منين أهمية الوقت يمكن أو عايزين نوضح النهاردة يعني الوقت ده لو أنا مستغلتهش صح أنا خسران فيه الوقت أهميته جات من نقطتين مهمين جدا أول حاجة أنا معرفش الوقت هيخلص إمتى صحيح تاني حاجة هو ما يتعوضش يعني الوقت اللي بيعدي مش هعرف أرجعه تاني مش مقدرش أرجع بالوقت أو أعوض الوقت اللي بيضيع أولا الوقت أنا معرفش هيخلص إمتى يعني أنا ربنا مديلي وقت مديلي وزنة اسمها الوقت معرفش هتنتهي إمتى يقول كده في إنجيل معلمنا مرقص الإصحاح 13 عدد 33 يقول انظروا اصهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت صحيح محدش فينا عارف وقته إمتى يخلص أو هينتهي إمتى فدي ده شيء مهم جدا الرقم واحد يدينا أهمية الوقت إن الوقت ما عارفش هينتهي إمتى الحاجة التانية إن الوقت من أهميته إنه ما بيتعوضش ما قدرش أرجعه الوقت الديع اللي بتعدي مقدرش رجع في أفاسوس خمسة عدد خمسة شر وستاشر وحداتك قلت الأية دي يعني يقول فانظروا كيف تسلكونا بالتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء طب إيه بقى كجهلاء نعمل إيه كحكماء نعمل إيه مفتدين مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة الأيام شريرة يعني يعني معنى من معانيها إنه ما قدرش أعدي أرجع ديئة اللي عدت مني فلازم أفتدي كل ديئة في حياتي أنجز فيها حاجة مهمة علشان مش عارف رجعها تاني والإنسان ما بيفديش حاجة أو يفتدي حاجة غير الحاجة المهمة جدا في حياته بالضبط بالضبط فكرة الفداء دي يعني أنا هضحي علشان أخذ مكسب مهم جدا هدفع تمن أو هبز المجهود معين مقابل أن هاخد حاجة مهمة الإنسان عمتا بيحب يحس كده بالراحة والطمأنينة والهدوء النفسي فإزاي الوقت بيكون سبب في راحة يمكن أو لما أنا أستغل وقتي بأحسن استغلال بيبعدني عن التشتيت وعدم ترتيب الوقت ما هو أنا لو بستغل وقتي كويس هبعد عن المشتتات بمعنى أو إيه أو بمعنى آخر إيه الحاجات اللي تساعدني أن أبعد عن المشتتات في وقت يضيع الفاضي فكرة أنه في أحيانا طبعا بسبب الرتم السريع بتاع الحياة اللي أصبح دلوقتي فبقينا بنلاقي نفسنا مضطر الواحد أحيانا يعمل كذا حاجة في وقت واحد بس التجربة العملية أثبتت أنه ده مش مجدي أو ما بيوصلنش لأهدف سابتة أو ما بيقدمش بحاجة المرأة عمتا تقدر تعمل كده أكتر من الرجل تقدر تنجز أكتر من حاجة في وقت واحد طبعا ده حاجة طبيعية لكن أنا أقصد عموما في الحياة عشان أنجز وحس أن بابعد عن المشتتات مهم جدا أن أبقى مركز في حاجة في حاجة واحدة أبقى حطتها قدامي حتى الأبقى القدسين ينصحوا كده يعني القدس في أفان الناسك في كتاباته عن المحاربات الروحية يقول لو عايز تحس أنك بتنجز في عملك وبتتقدم لقدام سواء في الحالة الروحية أو العملية حط قدامك هدف معين وقول أنا ما فيش في حياتي غير الحاجة دي هعملها هي دي اللي قدامي دلوقتي كأن ما فيش في حياتك حاجة تاني تتعمل ركز فيها كويس وانجزها هتحس أنك أنجزت فتبتدأ تخش في حاجة تاني وتشتغل فيها فالمشتتات بتاعة الوقت مهمة جدا أعالجها بأن أنا أركز محتاج أني أركز أني أحاول أعمل كذا حاجة في وقت واحد دي بتبقى صعبة أحيانا طب خلينا نعرف إيه هي المشتتات إيه الحاجات اللي ممكن تخلي الإنسان فعلا يبقى مشتت في حياته إن أنا أقوم بعمل عملين في وقت واحد والحاجتين دول محتاجين تركيز ذهني عالي بس كده إن أنا أنجز أكتر أو أحاول إن أنا أعمل كذا عمل في وقت واحد إن أنا أحاول أعمل كذا عمل في وقت واحد وكلهم محتاجين تركيز ذهني يعني ما هو في حاجات ممكن أعملها في وقت واحد بس مش محتاجين تركيز كلهم يعني ممكن حاجة محتاجة تركيز وحاجة لأ يعني مثلا زي إيه مثلا ممكن أكون قاعد باكل مثلا لكن في نفس الوقت مشغل حاجة بسمعها مركز فيها وخضرة وعظاء أيا كان فأنا قاعد بعمل حاجة مش محتاجة تركيز ذهني باكل ومركز مع حاجة تاني لكن لو الحاجتين اللي بعمله هم محتاجين تركيز ذهني لأ صعب زي واحد قاعد بيقرأ مثلا وفي ايده شغل بيعمله هركز فيه ولا فيه لو سألنا حد ايه رأيك لو انت فيه وقت وممكن تضيعه هيقولك ده اسهل حاجة ايه المشكلة ده سهل جدا ان انا ضيع وقت فخلينا نركز نقول ايه اللي يخلي الانسان انه ما يحسش باهمية الوقت ويضيعه ومين هم لصوص الوقت عايز اقول انه حتة انه بيضيع وقته دي هو مش مدرك انه بضيع حياته صحيح يعني اللي بيقول انا بضيع وقتي طب انت بضيع حياتك ما احنا قلنا ان الحياة اي عبارة عن وقت فانا لو بضيع وقتي بقى انا بضيع حياتي ده خطر كبير جدا فلازم ابحطت في ذهني انه ما ينفعش اقول اضيعه ازاي ده نبقات الروحي انا بضيع عمري من لصوص الوقت المشهورة جدا حاجة اسمها التأجيل او بلغة الاباء التسويف يقولك تسويف الوقت باطلا او تسويف العمر باطلا فكرة ان انا ايه عندي حاجة لازم انجزها وعارفها كويس او من كلمة سوفا سوفا اعني سوفا اذهب كده تسويف الوقت احيانا بتبقى عندنا سوفا دي كتير بقى هعمل الحاجة دي بس مش الوقت يعني الاسبوع الجاي بيجي الاسبوع الجاي بقى طب بكرة طب بعده لحد ما لقى الوقت راح مني وتزنقت ومضطر اعمل الحاجة دي فتطلع بشكل مش حلو خالص لان انا ما دتهاش وقتها الكافي حتة التأجيل دي وقع فيها فليكس الوالي في صفر الاعمال لما بولس وقف قدام ويتحاكم وابتدى يتكلم عن الدينونة العتيدة وعن العفة فيقول ان فليكس عجب الكلام لكن صدر منه جملة عجيبة جدا لبولس يعني كنا متوقع انه يقول يعني طب كلمني اكتر طب عرفني الدنيا ايه طب امشي في الطريق ده لان طريق حلو ده يقول كده في اعمالها 24-25 على لسان فليكس البولس يقول له اما الان اذهب ومتى حصلت على وقت استدعيك يعني انا مقتنع بس مش دلوقت لما افضل لما يجيلي وقت وما سمعناش بعد كده عن فليكس انه بعد تأجيله استدعى بولس ولا اتكلم معي ولا خد خطوة ايجابية فحكاية التأجيل دي خطيرة جدا 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 من لصوص الوقت كمان حاجة اسمها عدم ترتيب الاولويات ان انا بقى عايش كده بشكل عشوائي الحاجة اللي تيجي قدام اعملها اللي ما تجيش قدامي ما اعملهاش اللي بيعيش بالالية دي او كيفية دي مش بينجز في حياته ده يدخل تحت او يندرج تحت تخطيط الوقت مثلا او تخطيط الاولويات انا اشوف ايه اولوياتي المهمة هي دي اللي انجزها وبتختلف متى المت شخص الاخر اكيد لان اهتمامات شخص ومسئوليات شخص غير مسئوليات شخص يعني انا عن نفسي ما عرفش اشتغل غير ما اعمل حاجة قبلها بليلة اجي بالليل كده النهاردة بعد ما اروح امسك ورا وقلم واقول انا عندي بكرة واحد اتنين تلاتة اربعة عندي الاربع حاجات وبعدين امسك الاربع حاجات دول ارتبهم حسب اولوياته الاهم فالمهم وابتدى اشوف كل حاجة فيهم مين هيساعدني فيها فابتدى اكلمه طب الحاجة دي محتاجة ايه مني اجهزه وهكذا اصحة انا يوم الصبح مش متفاجئ وحس في اخر اليوم ان انا انجزت حتى لو عملت تلاتة من الاربعة لظروف الوقت ما كفتش او لظروف حصلت عملت عطل معين فخلتني ما عملتش الاربع حاجات بس انا على مدار اليوم انا عارف انا بعمل ايه مش متفاجئ بحاجة الا لو طلعت حاجة بقى ايه يعني غصبة عني مكنتش مرتب لها هقدر اتدركها غير لما يكونوا يومي كله مفاجئات معمل اخلش في عاجة مش مرتبة وعمل اتفاجئ 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 فيش عاجة بتخلص ممكن ترتب يوم وبعدين هرتب اسبوع وبعد كده هرتب شعر وفي الدول بيقولوا الخطة الخمسية بزبط كده يعني كمان خمسين بزبط كده خلينا نتلع لفاصل نشوف فيه تقرير هنشوف بعض الشخصيات وبعض الناس هنسألهم ونعرف اهمية الوقت بالنسبة لهم ايه وازاي بقدروا يستثمروا وقتهم نتلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل طبيعي الوقت مهمة جدا بس احنا ما كناش بنستغل الوقت احسن استغلال قبل كده يعني بس للأسف الشديد تطرينا نتعلم نستخدمه صح في الفاترة اللي فاتت لان احنا كنا بنضيع وقت كتير من عمرنا فالفاترة اللي فاتت تعلمنا نستغله شايف اهمية الوقت في ان مفيش اي انسان يقدر ينجح بدون ما يعرف اهمية الوقت ويقدره سواء كان رب اسره تاجر مدرس ايا كان طبيعة عمله مفيش انسان يقدر ينجح بدون ما هو يقدر يزيل وقته كويس والشايف غير كده مفروض بقي راجع نفسه ويقايم اداء ويشوف الوقت اللي هو ضيعه دون ضيعه يعني في ايه والمفروض ان يستفاد منه في الوقت اللي جايز ده ايطور نفسه مفيش حد هينجح بدون تقييم الوقت سيه اثناء الكورونا لأ هو كان الوقت كان كل واحد فعلا بيلاقي الوقت ان هو يقعد مع نفسه ويفكر ويشوف حاجة جديدة يعملها برضو يهتم بالروحيات عنده اكتر فيوقت الكورونا انا حسيت قوي بالوقت لانه مثلا كان عندي وقت كبير قوي ان انا اعمل فيه حاجات كتير ففعلا اليوم اللي هو 24 ساعة ده ادرت حاجة كبيرة جدا يعني مزاي مثلا قبل الكورونا احنا مكناش يعني عارفين الساعة دي عاملة ازاي فانتي في وقت الكورونا انت في بيت حاسة بالساعة دي ممكن تعملي فيها ايه ومتعمليش فيها ايه بس؟ مثلا احنا كنا بندعى وقتنا مثلا في الاجازن احنا ممكن ننايا من الولاد ما تستغلوش دلوقتي بنقسمهم في كورسات إن كانت أونلاين بعد ما دانيا بتدت تفتح شوية بقينا بننزلهم شوية في تمارين في خدمات أونلاين على زوم في برامج نزلة زي برنامج أبناء النور كل ده بيبتدى يستغل الوقت و بينظموا في كل حاجة لها وقتها إنهم ليه وقت الأكل بقى ليه وقت التمارين ليه وقت الكورسات ليه وقت في مرحلة الكورونا دي إحنا اكتشفنا إن الوقت ده تلع إنه هو عمرنا يعني ده عمري الوقت ده عمري الوقت ده أنا بضيعه في إيه يعني عمري أنا بضيعه في إيه فقبل الكورونا إحنا ما كانش عندنا وقت يعني هذي الفكرة إحنا مش عندنا وقت نعمل أي حاجة مش عندنا وقت نشوف إحنا بنحب إيه ونعمله مش عندنا وقت حتى لولادنا أحيانا نحن نقعد معاهم نديهم quality time لكن بعد الكورونا اكتشفنا إنه إيه ده فيه وقت كتير الوقت ده بقى ابتدنا إن إحنا كل واحد بيدور على أكتر حاجة بيحبها لأنه خلاص قريدي بقى فيه وقت بيحبها وبيعملها فيه ناس ابتدت تعمل رياضة أكتر ابتدت تنظم فيه ناس ابتدت تهتم بنفسها بالسكين كير بشعرها مش عارف إيه قدت وقت أكتر لنفسها الحقيقة يعني الأهمية للوقت عملا الفترة الفائدة دي كانت مهمة قوي لأن كان حتى الشباب كلهم بيبقاعدين في البيت مبنعملش أي حاجة كل واحد بقى بيبتدى يهتم مثلا بموهبة معينة مثلا موسيقى ومش عارف إيه ابتدى برضو الألحان والروحيات تزيد أكتر ابتدى أني يهتم بالإنجيل والصالة عن متا أنا أقسم الوقت وأكون مجدولة نفسي يعني استفدت جدا من موضوعنا أن أنا أعمل جدوا لنفسي أنا في خلال اليوم ده وأنا عندي كذا وكذا 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 أنا لازم أنجز الحاجات دي النهاردة فبالتالي بحس أن أنا آخر اليوم مما بعد قايم كده أداء اليوم لأ أنا عملت النهاردة كويس وأنجزته إزاي وإلا أنا ضيعت وقت فيه ما حاولش أن أنا أعمله تاني برحب بحضرتكم مرة تانية في ربنا موجود يمكن في التقرير اللي شفناه فيه فيه حد قال أن بعد كورونا بعد كورونا حسينا هي كورونا الحقيقة لسه ما خلسيش لكن كلامها برضو عجبني قوي لما بتتكلم أن إحنا في وقت كورونا حسينا وإحنا في البيت حسينا أن فيه وقت كتير قوي ممكن نستخدمه أو نستغله فتعقيب حضرتك على الكلام ده إيه؟ هو راجع للشخص يعني إحنا نعرف ناس فعلا استغلت الوقت ده كويس واستصمرته وفيه ناس للأسف ما استصمرتهش كويس فضع منها الوقت ورجعوا قالوا بعد الفترة اللي قعدناها خصوصا كم شهر اللي في الأول دول قالوا وقت ضع على الفاضي بالعكس خسرنا فيه ما كسبناش فيه ما كسبناش وقتنا يعني وبالأخص في الأول كانت الناس سخنة والكنيسة اتقفلت وقاعدين في البيت وتزامن معاه كمان أسبوع الألام والسوم الكبير ففيه ناس فعلا استغلته روحيا حلوة قوي وفيه ناس طبعا هنقول برضو لأ بس بعد فترة حسينا أن بردنا شوية تعودنا اه تعودنا يا ترى إيه سبب برضو البرود ده؟ لأنه أنا مش حاطط قدام عيني حاجة أنا عايزة وصلها أولا كانت الفترة الزمنية بتاعت القاعدة يمكن عشان ما كانتش معلومة عملين من أسبوع لأسبوع ومن مدة تخلص نقوم مدين مدة تاني فالناس ما كانتش حاطة رؤية أو بعض الناس يعني ما كانتش حاطة رؤية للفترة دي هتقضيها إزاي هتنجس فيها إيه عايز أوصل إيه من ضمن أهدافي اللي ينفع أحققه وأنا قاعد في البيت لكن أنا شايف أنه يعني دي وجهة نظري أنه أنه الفترة دي كانت مفيدة جدا جدا على الأقل على المستوى الأسري الناس اللي ما كانش عندها وقت تقعد مع أولادها الزوج اللي ما كانش عنده وقت يقعد مع زوجته بسبب الشغل الزوج اللي ما كانش عندها وقت تقعد مع زوجها قربوا من بعض الفترة دي حصل فيها تغيير من ضمن الحاجات الإيجابية اللي اسمعناها برضو أنه ناس قالوا أنه نحن الفترة بتاعت أسبوع الألم دي ما كناش بنحضر البسخات كلها لكن في البيت بقينا نصلي ساعة بساعة وقينا نتابع الأحداث والدنيا اختلفت خالص بس عايز أقول أنه اللي حاطت في ذهنه ومبرمج عقله أنه عايز يستغل وقته هيعرف يستغل وقته أيا كانت الظروف كورونا مش كورونا هيعرف يستغل وقته الفكرة أنا من جوايا بفكر إزاي إيه إيه أفكاري من ناحية الوقت هل الوقت ده أضيعه في النوم أضيعه في حاجة مش مفيدة ولا ده وزنة سمينة في إيدي لازم أستغل اللي هيكون في ذهنه الرؤية دي هيعرف يستغل كل دي يعرف يستفيد بيها يعني في ناس كثير قوي بتضيع وقت كثير قوي منها في التفكير في الأحلام والطموحات والأمال وإزاي ترتب لمستقبلها خلينا نتكلم على الجزئية دي وأهميتها إيه بالنسبة لنا هل مهمة ولا البعض بيشوف أنه ده نوع من إهدار الوقت فخلينا النهاردة نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقة بالعكس أني أعود أخطط لمستقبلي والأهدافي والأحلامي ده استثمار كبير للوقت أصله ما فيش حتى في المشاريع يقول دي دراسة جدوى بالزبط فده مهم جدا لبداية أي مشروع بالزبط ومن غيرها ما يتمش المشروع كويس سهيح أو ما يطلعش بالنتيجة اللي أنا عايزها ما هو فيه فرق بين واحد مخطط لأهدافه وللأعمال اللي بيقوم بيها وواحد تاني شغال كده إيه يعني لسان حلو زي ما بيقول إيه زي ما ترسي لأ مش زي ما ترسي عشان أكون ناجح وعلشان أعرف أستفيد من وقتي لازم أخطط للوقت لازم يكون قدام عيني هدف رؤية وكل ما كان هدفي قدام عيني وبخطط له باستمرار كل ما هتحرك هقرب له يعني أنا قاعدة هو وشي لحضرتك فأنا لو عايز أوصل لحضرتك أقوم من مكاني واتحرك نحت حضرتك كل خطوة أخطيها هقرب منك لكن لو أنا وقاعد ومديك ظهري كل خطوة أخطيها عبال عنك مش هقرب لك فطول ما هدفي قدام عيني كل ما هخطي هقرب من هدفي لكن هدفي مش قدام عيني ومش بخطط له وأصلا مش عارفه هقرب لإيه مش هتقدم فالتخطيط للأحلام وللطموحات وللأهداف ده استثمار جيد للوقت ناس كتير حتى على المستوى الروحي تقول أنا بقالي عشرين سنة بغدم أنا بقالي معرفش قد إيه في الخدمة الفلانية لكن لو بصينا كده هنحس أن السنين الطويلة دي بدون ثمر وفيه شخصيات من الكتاب المقدس زي مثلا يحن المعمدين ما تذكرش عنه كتير لكن كانت كانت خدمته لها ثمر وفيه طبعا شخصيات تانية كتير حضرتك هتقول لنا عليهم خدمتهم ما كانتش طويلة في الزمن لكن قدروا يجيبوا ثلاثين أو ستين ومئة فبعض الشخصيات اللي تذكرت من الكتاب المقدس حقيقي هو فعلا الوقت مش بطوله الوقت بما ينجس فيه زي ما حررتك تفضلتي قلتي أنه فيه شخصيات سوايا في كتاب مقدس أو في التاريخ أو في قصص الأباء وصلوا لإنجازات كبيرة سوايا في حياتهم الشخصية أو في حيات الخدمة عموما في وقت وجيز يحن المعمدان كانت خدمته شهور صحيح شهور لكن عارف فيه هيئة طريق أمام حمل الله الذي يحمل خطيط العالم عمل عمل ما كانش حد غيره يعرف يعمله وفقته قليل السيد المسيح شخصيا يعني خدمته كانت تلات سنين ونص صحيح لكن عمل عمل جبار عمل خلاصي ما كانش حد ينفع غيره يعمله وخدمة وشفاء مرضى وتعليم وتأسيس حاجات كتيرة جدا تأسيس الكنيسة وتقديم الفداء تلات سنين ونص عندنا أمثلة كتيرة بقى لكده في تاريخ الكنيسة البابا كرولوس أبو الإصلاح اللي هو الواق كرولوس الرابح كان مدة حبريته ست سنين وكم شهر لكن عمل يعني نقرأ عنه في تاريخ أنه عمل إنجازات خطيرة جدا درجة أنه لقب بأبو الإصلاح في ست سنين وكم شهر القديس تدرس تلميذ الأنبى بخوميوس قيل عنه كده أنه كان بيقود الأديورة البخومية وكان هو الأب بالروح لكل أباء البرية اللي هم أولاد الأنبى بخوميوس بعد نحت أنبى بخوميوس وكان عمره 16 سنة البابا أثناسيوس البابا أثناسيوس الرسول كان عشرين سنة بالزبط عمل عمل جبار جدا سهلا القديس يوحن القصير قيل عنه أنه في شبابه وهو في شبابه يعني قيل عنه أن الإسقط كله كان معلّق بإصبعه الإسقط كله بقى ديورته برهبانه وكان طبعا الديورة ساعتها كان رهبان في البرية بالألاف كان الإسقط كله معلّق بإصبعه القديس مسائل السائح بس بمعنى إيه معلّق برضه بإصبعه يعني هو كان هو الأب الروحي لكل أباء البرية دي تمام هو كان صغير كان صغير كان بيودرهم ومرشدهم الروحي القديس مسائل السائح وصل لدرجة السائحة وكان عمره 18 سنة فالفكرة مش في طول الوقت لكن هل أنا ربنا مديني وقت حتى ولو قليل عارف أستغله ولا لا لو استغلت الوقت الصغير ده يطلع منه صمر كبير جدا طب أنا ربنا مديني 100 سنة بس ما بستغلش الوقت ولا لها أي قيم إزاي نكون مؤثرين بقى خلينا نتكلم في خبرات حياتية إزاي نكون مؤثرين حتى لو إحنا خدمنا وقت قليل جدا طبعا الخدمة مش بتعتمد على خبرات الواحد وعقليته ورؤيته بقدر ما بتعتمد على روح الله الخدمة من الأعمال اللي بتعتمد لأنه الخدمة دي بتاعت ربنا يعني من التعليم الحلوة خالص لبابا شنودا كان يقول أنه الخدمة دي عمل الله وهو من تواضعه يشركنا معه في الخدمة صحيح لكن هي أصلا مش بتاعتنا ده هو عمل هو يقدر بإشارة منه يرجع كل الضلين ليه يقدر بأمر منه يخلي كل حاجة كويسة مش محتاج لخدمتنا لكن لأنه هو متواضع بزيادة بيشركنا معه في عمله فعشان خدمتي تبقى نجحة لازم أبقى معتمن من داخلي على روح الله يقولوا عن روح القدس كده في قانون الإيمان الناطق في الأنبياء والأنبياء تفسر بالمعلمين أو الخدام فروح الله هو اللي بيقود الخادم لو دي في ذهني هيشتغل في روح الله من خلالي فيبتدي يقدم رسالة حلوة للناس الحاجة الثانية الاعتماد استغلال كل دقيقة استغلال كل دقيقة في الخدمة ما أحيانا إحنا بنشتغل في الخدمة بفلسفة مزاجي وقت فراغي أنا فاضي مش فاضي مزاجي رايق مش رايق قمت النهاردة مصدع شوية برضو الحكاية محتاجة حتة التغصم مش على المستوى الخدمة بس أديني حتى على المستوى العملي يعني محتاج أغصب نفسي على الحاجات الحلوة علشان أطلع بصمر كويس صحيح ولو طبقنا زي المبدأ بتاع قديس يوحن المعمدين يعني نبغي أن هذا يزيد وأنا أنكس نحط ربنا دايما في قدام ربنا هو اللي يظهر وإحنا نبقى وراء صحيح مهمة جدا 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 لأنه الخادم اللي في ذهنه أنه مجد الخدمة يعود لله غير الخادم اللي في ذهنه أن أنا بمجد نفسي فتلاقيه بيقس أو بينقل الحاجات اللي بيعملها بناء على إيه اللي هيمجدني سواء في نظر نفسي أو في نظر الناس فيختار الخدمات اللي تدي له بريستيج اللي تظهره اللي تمجده في نظر روحه أو في نظر الناس ويهمش أو يبعد عن الخدمات اللي ممكن ما يكونش فيها ظهور لأنه هو عايز الحاجات طب إزاي أحول الوقت الزمني الأرضي لوقت سمي يعني بمعنى إزاي أحوش الوقت بنك الوقت يمكن مصالحات كثير بنسمعها فحبين نعرف إيه معنى المصالحات دي ده تأمل العجيب وحلو جدا كنت سمعت من أنبرا فقيل يعني إيه أحول الوقت الزمني لوقت أبدي يقولك أن كل وقت بنقضيه في خدمة أو في صلاة أو في عمل روحي بس يكون عمل روحي حقيقي مش بمظهرية أو بشكلية أحبوني الأول وبعدين يبتدي في الإيجابة معنا أستاذة ميرفت من القاهرة ألو أهلا يا سهلا أستاذة ميرفت أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك تفضل وإذا نقدر أدقيه أن الوقت اللحظة اللي بتفوت دي مش بترجع مش بنعرف نعوضه فإحنا محتاجين قوي قوي نطلب من ربنا رب دينا فعلا إن إحنا نقدر أدقيه وزنة إن إحنا معنا دقايق وساعات في أيامنا في اليوم بتاعنا إن إحنا محتاجين نستخدمه للمجد ربنا ولملكات وكمان إن ربنا يدينا أدقيه في يومنا نفسه إن إحنا نستثمره لحياتنا الروحية وحياتنا الأبدية وللناس اللي حوالينا تمام أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ أميربات يعني لخاصة فعلا وقالت الكونكلوجين بقى بتاع الموضوع كله تمام كنا بنتكلم قبل المداخلة التليفونية عن إمتى أو البنك الزمني بنك الزمني أي هو يسموه بنك الزمني أو تحويل الوقت الزمني لوقت أبدا معناها إيه الفكرة دي إنه إنه كل وقت ده تأمل أمرا فقيل إنه كل وقت بقضيه في خدمة أو في عمل روحي أو في صلاة بس يكون بشكل عميق مش حاجة شكلية أو مظهرية بصلي فعلا بالروح بغدم بالروح كل وقت من دول يعني لو واقف بصلي في مخدعي ربع ساعة بس صلاة من القلب الربع ساعة دي تتحدث على السماء فوق فتتحول من وقت زمني محدود ربع ساعة خمستاشر دقيقة لوقت أبدي غير محدود عشان كده ينصحونا الأباء إن إحنا نكثر من الأعمال اللي ليها علاقة بالروح وبربنا وبخدمته بقلب وبقيادة الروح القدس فكل وقتنا يتحول للسماء لوقت أبدي آية جميلة جدا خدت بالي منها مرة دي وأنا بحضر يقول كده في كرونسوس الثانية اللي صح الرابع عدد سبعتاشر يقول لأن خفت ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي خفت وقتنا خفت ضيقاتنا الوقتية عن الضيقة مهما يكون عندنا ضيقات وألام لكن هي حاجة لا تقاص بالمجد الأبدي وقال إنها ضيقة وقتية يعني وقت زمني لو احتملناها بشكر وبفرحة إن ربنا بيشاركني في حمل الصليب بتاعه تتحول لمجد أبدي في السماء فكرة تحويل الوقت الزمني للوقت الأبدي الحقيقة يعني ناس كتير قوي بتقول أنا ما عنديش وقت أنا ما عنديش وقت أصلي ما عنديش وقت أعمل كذا ما عنديش ما عنديش فكرة إن أنا ما عنديش وقت دي إزاي نتغلب عليها ما هي دي حجة أعم هي دي حجة لكن ما فيش حاجة ما عنديش وقت وما للحياة بتاعت دي إيه وما أنا عايش في إيه في اللي زمن لا أنا عندي وقت في قول حلو قوي قيل كده إن أردت تستطيع إن أردت تستطيع هي الفكرة مش مفيش المهم إردتك الفكرة أنا مش عايز ودي جربناها كلنا على كل المستويات لو لي مزاك في حاجة هعملها هجيب لها وقت سحيح هخلق لها وقت بأي شكل لإن أنا عايزها سحية لكن هي الفكرة مش في قلة الوقت الفكرة في عدم الرغبة أنا ما عنديش رغبة اللي يقول لك أنا ما عنديش وقت أصلي أنا شو أتعمل قانوني الروح طب وقانونك الروح كله قدام ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة في الاربع وعشرين ساعة مش قادر توفر الاربع وعشرين ساعة أحد الأباء ألفة فيت الوقت ألفة فيت أكيد يعني فيه وقت إنت في المواصلات قاعدة منتظر دكتور بتعمل أي حاجة فيه وقت كتير إحنا لو خلينا كتاب في جبنا وابتدينا نقراف فتفيت الوقت بالزبط أكيد على مدار السنة هللاقي كمية كتب كتير قوي أرينا كنت بسمع حاجة مبارح لفتقرتها الوقت الأنبى مخايل الأسقف العام بيقول إنه فكرة برضو أني يعني توصل لنا فكرة إن أنا مش حكاة ما عنديش وقت أنا مش عايز يقول لك مثلا إيه واحد ضمير ونقح عليه قوي ما بيصليش فجي في يوم بالليل قرر إنه يصلي فوقف قبل النوم يصلي وابتدى بقى يصلي بكسل شديد جدا أبانا لازي يصح وابتدى يتاوب وصلت الشكر بالعافية الحامن يا الله بالعافية ويقول لك الشيطان بيحاربني وقضى الصلب بكسل وبتباطق شديد ونهاها بالعافية وبدأ يخش ينام فمسك التليفون بتاعه يشوف التليفون حد رن عليه ولا حاجة فلقى حد صاحبه موجود على التليفون أنت لسه صاحي وابتدى يعمل معاشات ويتكلمه ويصهره لحد الصبح طبعا أنت كنت وقف تصلي مش قادر وتقوم ما عندش وقت والوقت تضع وأنا تعبان ومرهق هي فكرة أنا عايز ولا لا لو أنا عايز هلاقي وقت لو أنا عايز هلاقي وقت الإنسان كل ما بيكبر ممكن مسؤولياته بتقل ما بيخرجش كتير خلاص تقاعد عن العمل فبيكون عنده وقت كتير إزاي إحنا نقدر نساعد المسنين كبار السين على استثمار وقتهم إزاي يكونوا هم بمثابة خبرة لنا نقدر نستغلهم ونقدر نستفد كمان منه حالتك قلت حاجة مهمة أن الكبير ده عنده الخبرة خبرة السنين خبرة العمر والكبير ده محتاج لأنه هو مجهوده قال محتاج الشاب اللي عنده طاقة والشاب الصغير محتاج خبرة السنين لأن أنا لسه صغير فما عنديش خبرة اللي سبقوني ومشوا في الطريق فقدروا يكتسبوا خبرات أنا أستفيد منه فالشاب محتاج للكبير في خبرته والكبير محتاج للشاب في الطاقة بتاعته لكن من ناحية استغلال الوقت بالنسبة للكبار في حاجات كتيرة جدا ممكن يعملوها يعني أعرف أحد الأباء المباركين كان عمل خدمة ظريفة جدا خلى خدمة الإفتقاد بالتليفون للناس الكبيرة اللي قاعدة في البيت ده صحيح خد أرقام التليفونات دي واسأل عن الناس ودعيهم للاجتماع واللي فيهم ما يجيش إرجع التصل به تاني ولخص له الوعظة اللي اتخذت في الاجتماع وقل هاله وشجعه أنه يحضر ناس كتير لقيت نفسها في الخدمة دي وحسوا أنه هم يعني بيعملوا عمل وفعلا بيعملوا عمل كبير له قمته يعني ده في الناس مقاعدين كمان مش كبار سن بس بيكون عندهم عجز مثلا ومش بيقدروا يتحركوا هم نايمين على السرير بيقوموا بالخدمة اللي حالتك بتقولها احنا بس عندنا أحيانا مفاهيم يعني مش دقيقة شوية فكرة أنه طلعت سن المعايش 60 ولا 65 سنة دي أنا خلاص كده ضعت خلاص أنا ما عادش ليا قيمة ما بقاش ما قدرش أنجل لا بالعكس العمر يبدأ بعد الستين مثلا ده يعني ده دي قمة الرواءان خلاص أنا بقيت أبعد عن كل المسئولية التي تخفت وما بقاش وراي حاجات ملحة ده أنا بتدي أقعد بقى واستمتع بوقتي أكتر وخطط لله أنا عايز أعمله وشارك في الخدمة وعمل حال كتير جدا فلا الكبير يقدر يستغل الوقت وأحسن من الصغير بكتير طب لو لقيت حد كبير مثلا ومعندهوش الفكر ده ومكتئب أو متدايق أو مش حاسس أنه هو خلاص ما بقلوش لازمة في الحياة إزاي برضو نقدر نطلعه من الحالة النفسية دي طبعا دي محتاجة مجهود إن أنا لازم أتكلم معاه وأخد ودي بس لازم طبعا عشان يقتنع بالفكرة دي مش هيقتنع بيها من أي حد وخلاص لازم حد يكون قريب منه حد بيعرف يتعامل معاه حد بيحبه محبة غير مشروطة حد بيقابله لذاته حتى لو في البداية هيقول كلام الطرف الثاني مش راضي عنه لكن لو في خادم مبارك بيخدمه كويس بشكل وقابله وقابله على كلامه هيقدر يصلح ويعدل من المفاهيم دي ويبتدي يشاركه واحدة واحدة الدنيا تمشي مش تيجي مرة واحدة عايزة تدريج وعايزة خادم أو أب يعني عنده زهن مفتوح وقلب كبير يقدر يستوعب الأمور دي ويصلح مع واحدة تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم الفكرة لو تغير الشكل على الطول يتغير لوحدة سهي طيب في آخر حلقتنا كده خلينا نبالور كل الكلام الجميل ده وفكرة الوقت اللي إحنا قضيناه مع كورونا فيروس وقعدنا وقت طويل قوي في البيت حقيقة فيه ناس كتير قوي استغلت وقتها بالشكل السليم زي ما حقيتك قلت وفيه ناس كمان استغلتوا في الإنترنت والموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي ومن هنا ل هنا وابتدى يمكن اكتسبوا حاجات يمكن ما كانوش بيعملوها قبل كده إزاي نرجع تاني بقى إزاي حتى لو وقعنا في وقت معين إزاي لو كان مثلا الآية اللي بتقول فإني إن سقطت أقوم لا تشماتي بي عدوات فإني إن سقطت أقوم إزاي نقوم بقى من غفلتنا كده ومن الوقت الكتير اللي بنقضي قدام الإنترنت هو طبيعة الحياة إن كنا بسبب ظروف الكورونا أو غيره في وقت ملاقوقات غصب عننا أعداتنا تغيرت أو يومنا تشقلب بإلنا نهار ونهارنا ليل وما أنجزناش بطبيعة الحياة لما الأمور هترجع تاني ونشكر ربنا ترجع للأول الدنيا هتتضبط يعني هنرجع تاني أصبعا لكن حتى لو ما كانش في إمكاني إن أنا رجع لازم يكون أنا خلاص عرفت الفرق ما بين إنجاز الوقت يعني ده في ناس جوه الكورونا لما كنا قاعدين في بيوت مش عارفين نخرج قالت يا ده إحنا كنا بنتظمر على الوقت اللي كنا بنقضي طول النظر في الشغل والتعب والوش يا ريت الوقت ده يرجع وبعد ما رجعنا بقنا نقول الله والأيوم من أيامك يا كورونا الناس تشتاقل قاعدة البيت شوية كل يوم بننتعب هو الحقيقة الإنسان بطبع متمرد بس يمكن مش عشان الراحة الزائدة لكن في ناس لما قاعدت في البيت زي ما قلت حضرتك حسوا إنهم قربوا من ولادهم ومن أسارهم فحبوا القاعدة معهم هنعتبرها كده يعني لكن صدقيني عجلة الحياة لما بترجع هنرجع غصب عننا الناس بقى اللي مش قلبها يومها اللي هو الليل نهار ونهار ليل محتاج أصبط حاجة عندي اسمها الساعة البيولوجي ربنا مدينا لنا في خلايا في المخ بتكون حاجة اسمها الساعة البيولوجي الساعة البيولوجي دي المسؤولة عن تضبيط موعدنا واحد يتعود بقى له سنين مثلا نسحة ساعة ستة الصبح الساعة البيولوجي مهمة في حاجات كثيرة قوي وفي الحر وفي وفي الصحة النفسية وفي كل حاجة الحقيقة دي عايزة حلقة تانية لوحدها لكن للأسف أنا وقت انتهى كل الشكر لحضرتك كان معنا أستاذ إيهاب سامويل إخصائي الإرشاد النفسي كل الشكر سعيدنا بوجود حضرتك معنا أنا كنت سعيد جدا أني كنتم مع حضرتك مرسي خالص بشكركم مشاهدينا ونشوفكم في حلقة جديدة من ربنا موجود يوم الجمعة الجاية من تمانية لتسعة وسائقا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة